يقول السائل كثيراً ما نرى التشاحن والبغضاء بين بعض طلبة العلم من أهل السنة وكل واحد يحذر من الآخر يقول ما نصيحتكم بهذا الأمر هذا خطير هذا هذا يحدث العداوات بين طلبة العلم وبين الطلاب والمفروض الإصلاح بين الناس كف اللسان عن تجريح الناس هذا ما يجوز هذا من الغيبة والنميمة ومن تجريح الناس المفروض العكس أنك تصلح بين الناس أنك تجمع الناس على تقوى الله تجمع الناس على المحبة تآخي فيما بينهم نعم فالذين ابتلوا بهذه البلوى يجب عليهم التوبة إلى الله ترك هذا الشيء نعم